ازايكوا جماعة حلقة جديدة من برنامو الكلام في الكورة معاكم اسلام حسن ومباراة الاهلي والانتاج الحربي في الاسبوع الاثنين وعشرين من الدور المصري يلا بينا مباراة الاهلي والانتاج الحربي انتهت بفوز النازل الاهلي واحد صفر بهدف عمر الصلاة في الديات ساوة وعربعين من الشوت الثاني مباراة باختصار كده محمد شناوي اتصاب قبل المباراة بالاصابة المحببة لجميع العيب الناد الاهلي وهي العضلة الضمة بدأ شريف اكرامي في حص المرمى من ناحية ليمين محمد هاني ناحية شمال علي معلول اتنين مساكين ياسر ابراهيم وايمان اشرف قدامهم اتنين هشام محمد وعمر الصليا قدامهم ثلاثة ناصر ماهر وحسن الشحات ورمضان صبحي وجونيور اجاية مهاجم صريق على الجهه الاخرى الانتاج الحربي كان بيلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد هجوميا وده كان قلال جدا دفاعيا كان بتتقلب اربعة تلاثة اتنين واحد لان التنين الفنص الملعب المفروض ان هم محمود حمادة ومحمود كابونجا ومعهم احمد مجدي احمد مجدي في حالة الهجوم بينضم بيبقى ثالث تحت الرسل الحرب الوحيد اللي هو احمد رقوف التلاثة اللي هم ان كانوا ببقوا احمد مجدي ومحمد مصعد وموس اضيه وارا دول في الحالة الهجومية في الحالة الدفاعية بيرجع احمد مجدي بيبقى ثالث في نص الملعب مع محمود حمادة ومحمود كابونجا بيبسلوا ثلاثة صدادة في نص الملعب كده اللي هجمت من الاهل شوط الاول من الاهلي كان مستحوز او كانت الاستحواز متبادل بس نسبة الاهلي طبعا بنسبة اكبر كان الاهلي معتمد على ان هو بيلعب على المساحات اللي وراء عبدالرحمان فاروق ناحية لمين وراء احمد شيدي اناوي طبعا كان حسين الشيحات ورمضان صبحي كانوا اخدينها براح يعني كان مساحات وراهم كبيرة اوي احمد شيدي انا هو معروف ان هو بيبقى فيه مساحات كتير وراه عبدالرحمان فاروق هو اساسا اللعب خط نص مش باك يمين فكان مستغل داعي معلول ورمضان صبحي كتير كانوا مستغلينهم مشكل كبير اوي ان هما كانوا بيوصلوا من عن طريق الاطراف الاهلي كان عنده مشكلة الشوط الاول اللي هو كان بيوصل كتير بس عنده اللمسة القبل الاخيرة كانت وحشة وكانت غلط ده يعتبر ملخص شوط الاول كان الاهلي بيوصل كتير زي ما قلنا عن طريق حسين الشيحات ناحية المين عن رمضان صبحي ناحية الشمال كانوا بيخشوا جوانطات جزاء علي معلول دخل كزا مرة رمضان صبحي راح بكزا كرة قطع فيها على قلب الملعب وشاط كانت بتبقى الشوطة مش حلوة وده ملخص شوط الاول الشوط التاني الاهلي نزل بسيطرة اكبر ضاغت بشكل اكبر قدر يحرز الهدف الاول في الدقيقة الرابعة من الشوط التاني زي ما قلنا عمر السولية قدر يحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 49 كرة كانت ناحية المين مع محمد هيني اتقضعت منه الدفاع حاولي شاتتها ضغط فيها ناصر ماهر الدفاع غلط خبطت في المدافع دخلت جوه منطقة الجزاء عمر السولية كان رايح لوحده من لمسة واحدة حطها على طول على شمال عامر عامر الجن الوحيد لنادي الاهلي بعد الجول استنينا يكون فيه ردة فعل من فرقة الانتاج الحربي ما حصلش وده على غير العادة من مختار مختار معروف على ان هو بيعمل مطشاة ريخ مقاوة قدام ناد الاهلي بيهاجم عليهم بيحرز فيهم لغاية ما جاءت الديقة 66 وكرة اللي حصل في احت كيك ما بين محمود حمادة ورمضان صبحي اضطرت فيها محمود حمادة بعد كده بدأ عمر السولية اتحرر اكتر بدأ ناد الاهلي يضغط اكتر يوصل اكتر سيل بقى من الهجمات بقى والكرات يعني الشوط الاول احنا زي ما قلنا الاهلي كانت مشكلته في الهجمة او في اللمسة القبل الاخيرة الشوط التاني بقيت مشكلة الناد الاهلي في اللمسة الاخيرة خد عندك بقى رمضان صبحي حسين الشحات جونيور اشي ايه والغاية ما لم تخلص واحد انا قلت ملخص المباراة كده بسرعة لسبب لان المباراة خلاص ما فيهاش غير اللي انا قلته ده بس فيها ظواهر كده وشواهد كتير لازم نتكلم فيها بقى اول حاجة استغلال مارتن لسارتي للسكواد اللي معاه بدأت احس ان هو مش حلو بصراحة انت دلوقتي عند لعيبة مقيدة افريقيا ولعيبة غير مقيدة افريقيا. لعيبة محتاجة ارتاح ولعيبة ما بتلعبش تقريبا. في بعض اللعيبة انت بتريحها وبتعمل روتيشن ما بينها بشكل مخترم جدا وبشكل حلو جدا لدرجة ان انت بتلعب لعيبة اساسا اداءها غير مقنعة في الملعب على سبيل انت تريح قصادها لعيبة تانية متقيضة افريقيا وطبعا ما بين قسين وما فيش غير وهشان محمد اللي خلاص بدأت فعلا اه اتقفل منه من هو يلعب في الناد الاهلي اصلا. على ح يعني مش عارف فين حمد فتحي مش عارف فين حسام عشور يعني انت شايف ايه ميزة في شام محمد زيادة عن الاتنين دول تقدر تلاعبه في مركز رقم ستة ده وعمر الصلاة محتاج يرتاح دي حاجة كريم ندفيد انت مرياحه المباردي واللي قبلها في الدوري مش في افريقيا دي حاجة الحاجة التانية الجانب الهجومي قدام عندك نصر ماهر بدأت بدأت احس ان هو مش ده العيب يعني نصر وماهر مفيد جدا في اربعة تلاتة تلاتة ويكون تالت في مصر الملعب مش في التلاتة تالت في مصر الملعب دي هتحرك لك ما بينه الخطوط ممتاز جدا هيفكك لك خطوط الفرق اللي قدامك بيتحرك حلوة قوي بيباصي كويس بس مش بيباصي البصل واو مش عبدالله السعيد مش ابوتريك وما تستناش منه ان هو يكون عبدالله السعيد ولا ابوتريك لو انت مستني العيب يدي لك اللمسة او يدي لك البصل لتوصل لك المهاجم قصاد خط الدفاع يلاقي نفسه كده تفاجئ وايه البصل اللي انا ما متفاجئتي بها دي والمهاجم قطع من وراها كده والبصل جات من حتة انا مش ش قصيفها والكلام ده كله عمدك صالح جمعة لازم تدي له شوية ناحية تانية حسين الشحات خلاص باين جدا ان هو مضغوط نفسيا والمبلغ اللي مدفوع فيه وبقى يضيع فرص سهلة قوي الكرة المفوط تتحط بالشمال بيحطها باليمين الكرة المفوط تتحط باليمين بيحطها بالشمال الكرة المفوط تتشاط بيبصيها الكرة المفوط بيبصيها بتتشاط كل مطش بيوصل بكرة او باتنين او بتلاتة في مناطق سهل جدا ان هو يحرص فيها وبيضيع او بيكون قراره غلط الحتة دي بالزاد وحسين الشحات ورمضان صبحي يعني خلينا اتكلم عن رمضان صبحي وبعد كده هابدأ اتكلم في الجزء اللي اعز اتكلم في عن الاتنين اللعبة دول رمضان صبحي الاداء الجمالي الزيادة ده يعني يعني مش عارف اقول لك يا عباشر لو انت شاف نفسك ميسي وظالم نفسك معانا ما ترجع برشيرونة تاني اللي انت جاي منها بجد في ايه يعني خلاص انت بدأت تتركز قوي في ان انت تلعب الدور القيادي اللي في الملعب اا عندك كارزمة ممتازة كارزمة اا كابتن نادي اهلي مش لعب كالناشئ من كم سنة ممتاز جدا عندك حماس عندك قوة بس عندك اه بس فيزها البيئات بتفنش وحش قوي قرارك نسبة تسعين في المية ببقى غلط بطيء اا ودي انت بتعوضها بمهارتك تعالى بقى نتكلم مع الحسين الشحات ورمضان صبح مين المفروض يزبط الاتنين اللعبة دول رقم واحد المزير الفني رقم اتنين مزير الكورة هو مزير الكورة خلاص سيدة عبدالحفيز بقى كل دوره ان هو يطلع يرد على مرتضى منصوره وتركي قال شيخه بس انت مالكش دور نفسي مع اللعبة جوة الملعب او بره الملعب المفروض فين دور الناس دي الله يرحمه ثابت البطل يعني في ذكرى وفاته اللي كانت من مبارح او اول مبارح لأ يعني بجد كان دوره غير كده خلص مزير الكورة دوره نفسي مش دوره اداري مع الفرقة انت دورك نفسي بره في الملعب بره الملعب انت دورك اداري بقى وكلام ده كله فين الدور ده فين دور المدير الفني ان هو يمسك اللعيب بره الملعب كده او في التدريب يعرفه امتى يشوت امتى يباصي امتى يهدى يشيل من عنه من عليهم الضغوط انا شايف ان مرت اللي اصارت ينجح قوي في الحتة دي بالذات مع كريم ندفت وعمر السلية لما حررهم من الضغط اللي عليهم بدأ مستوام يتحسن بدأوا يسبتوا نفسهم في المراكز بتاعتهم بدأنا نشوفه نقتلع ان عمر السلية لعب لعب خط نص بوكس تبوكس فعلا وهو بدأ يحرز الهدف هو ده دور اللعيب في المركز ده الرقم تمانية ده دوره ان هو يأمن لك في الدفاع ويحرز لك في الهجوم او يصنع لك في الهجوم مش بس يأمن دفاعه او يأمن قدام دفاعه عمر السلية بقى يعملها حلوة قوي كريم ندفت بقى يعملها حلوة قوي حسين الشحات ورمضان صبحي بيطلعوا من الملعب انا كواحد مشجع الناد الاهلي متضايق منهم رغم ان هما ممكن يكون صنع لهدف او جاب لهدف بس انا خارج ميتضايق منه لأ هو عنده احسن من كده لازم يكون احسن من كده لازم يكون احسن من كده لازم عنده يتزبط احسن من كده لازم في فرص بقى تتاخد من الاهلي المشكلة اللي انت تخلي لعيبة بتلعب في الدوري ولعيبة بتلعب في بطولة افريقيا مع ان انت مثلا لو هو محتاج ان هو ياخد في الملعب تديله عشر دقائق بما انك انت بتلعب تقريبا مطش ومطش وكل ثلاث ايام بطلع مطش مرة مطش في طولة افريقيا ومطش في الدوري او او اي انكال البطولة المحلية اللي انت مقايد فيها اللعيب تقدر تلعب اللعيبة اللي مش متأيدة في افريقيا في المطشاط المحلية واللعيبة التانية تقدر تعمل ما بينها عشان خطر تريحهم يعني نقدر نشوف احمد الشيخ نقدر نشوف صالح جمعة نقدر نشوف جيرالدو بشكل اكبر من كده نقدر نشوف صالح محسن ياخد وقت اكتر من كده عشان يخطر يكون بديل احنا لغاية دلوقتي كان عندنا مشكلة احنا ما كانش في وقت من الوقات ما عندناش مهاجم اصلا لما جان رجع جونيو اقراجيه خلاص بقى تتحلت المشكلة دي بس معلش بعدش فر لو حصل اي حاجة جونيو اقراجيه فين الاحتياط اللي احنا نقدر نقوله ان هو يقدر يسد مكانه انا مش شاك ان صالح محسن يقدر يسد بصراحة في المركز ده الحد دلوقتي هو الحد دلوقتي من ساعة مجند الاهلي وهو تحت الاختبار امتى هيكون اللعيب يقدر يقدر نقدر نعتمد عليه وارجع تاني لناصر ماهر بجد ناصر ماهر يعني احنا لما شوفنا السيفيب عمرت اللاسارتي من اول مجند الاهلي احنا عرفنا ان الراجل ده بيحب اربعة اتنين تلاتة واحد طب بما انك بتحب اربعة اتنين تلاتة واحد دي فانت مفهود انت حافظها وعارف ايه هي امكانيات اللعيب اللي هتحطه في كل مركز من مراكز الخطة دي عشان خاطر يقدي لك الخطة والفكر اللي انت عايزه على اروع ما يكون هل لحد اللحظة دي ما اكتشفتش ان ناصر ماهر ليس هو اللي انت محتاجه او اللي الخطة دي محتاجه انا شايف ان ناصر ماهر ده يبقى حلو جدا مكان كاريم ندفت لو انت بتلعب اربعة تلاتة تلاتة وروح تلعب كده بحمدي فتحي وعمر السلية وناصر ماهر هما دول التلاتة اللي ورا وقدامهم حسين الشحات ورمضان صبحي ومهاجم ممتاز جدا بس مش مش ما تعتملك ما بتعودش تستنى من ناصر ماهر ان هو كل شوية يعمل لك البصل واو اللي هتخترق لك الدفاعات الحصينة بتاعة الخصم وما تلاقيش منه الكلام ده ومش هتلاقي ووضح ان هو ناصر ماهر هو ده هي هو ده مركزه لو انت حاولت تطور دي عنده وما تطورتش ما تدورش عليها اكتر من كده انه مش هيديك اكتر من كده هتبدأ تظلم اللعيب ويبدأ جمهير تزوم عليه ومش هتلاقي منه غير كده بس تقدر تستفيد بيه في خطة تانية وتبدأ تجيب اللعيب اللي يفيدك بقى في المركز ده اللي هو صالح جمعة شوف جرم منفعش خلاص هتعمق يعني خلاص يبقى انت كده ما ظلمتش اللي اتنين قدرت تستفيد بواحد في المركز اللي هيفيدك بيه وقدرت تحط واحد في مركزه يديلك او لو ما يدركش خلاص يمشي ويجيب واحد مكان وهنا مش كل مطش يبقى عندي لعيبة مختلفة في نص الملعب مرة حسام عشور مرة حمدي فتحي مرة حشام محمد وعمر السلية ثبت معاهم ما يجي لوقتي هيتعب ومحتاج انه يرتاح وفي نفس الوقت اللعيبة اللي انت ما بتلعبهاش دي انا شايف انه حسام عشور وحمدي فتحي ما فهمش اي حاجة اسوأ من 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 هشام محمد او هشام محمد ما فوش اي حاجة احسن منهم ان هو يلعب اساسي زي ما بقول لكم انا وصلت للمحاق ان يشام محمد انا ما بقيتش انت شايفه اللعيب اللي يصلح اللي هو يلعب من الدقاء دي شوية نقط كده استشفناها من المباردة واستشفناها من افكار وادماغ المدير الفني او الجهاز الفني بشكل عام لازم يكون في تفكير او اهتمام باللعيبة اللي برا ان انت تشوفها اكتر من كده اهتمام بان انت لو مصمم على خطة معينة خط اللعيبة اللي تناسب الخطة دي عشان يدي لك نتائج وشكل اكتر من كده لازم نتكلم على الفنيش لازم نتكلم على الاهضار الفرص لازم نتكلم على النتيجة لان الانتاج الحربي على رغم ان هو تقريبا تسعين دقيقة ما وصلش للمرمى في الاربع دقيقة الوقت بادل ضايع بتوع الشوط التاني كانوا يقدروا يحرزوا التعادل وساعدتها كنت هتطلع لادمان قوي على كم الفرص اللي بدل ما كنتو تخرج من المباراة دي كسبان اربعة صفر الى صفر كان ممكن تطلع متعدل واحد واحد ارجو ان احنا نبص المواضيع دي اللي جاي هيبقى اصعب كل مطش هيبقى اصعب من اللي قبليه الكلام ده كله ممكن يخسر لنوقت ممكن يقصر على مسيرة بطولة يضيع منك بطولة واحنا في حل من كده احنا المفروض ان احنا بنتطور وعايزين نبقى احسن من كده بس وده اللي حصل في موروات الاهل وانتاج الحربي كان معكم اسلام حسن وشوفكم في حلقات جديدة ياريب بقى تعملوا سبسكرايب القناة ولايك الفيديو سلام